نروح لأخبارنا سريعاً عشان عندنا حاجات كتير في حلقة النهاردة خليني يمكن أبتدي بخبر يهم أعضاء النادي الأهلي لأنه الإدارة التنفيذية للنادي النهاردة نظمت بالتنصيق طبعاً مع عزارة الصحة حاملة عشان تطعم كل أعضاء النادي الأهلي من فيروس كورونا وده هيكون في مقر النادي في الجزيرة طبعاً عشان يسهلوا على الأعضاء اللي سجلوا بالفعل في قوامة طلبات عشان يحصلوا على لقاح فيروس كورونا كانت فيه طبعاً حالة استعدادات كبيرة جداً خالد مرسي مدير مقر النادي في الجزيرة كان موجود وكان بيتابع كل الأمور المتعلقة بتمتكلم طبعاً على أعادات كبيرة جداً فعملية تنظيمية كانت محتاجة مجهود واستعدادات كبيرة جداً الموضوع ده هيستمر من النهاردة الاثنين لمدة ثلاثة يام دي الفرصة اللي هيتاح فيها للأعضاء الحصول على الجرعة الأولى أما الجرعة التانية فإن شاء الله هيتحدد لها موعيد تانية في نهاية الشهر اللي جاي من عندنا ترجمة نانسي قنقر